اشتركوا في القناة وعدم منح الاولوية للنوبيين رغم ما تحملها من تراث فريد يصعب على العالم كله ان يجد صفات بمثل هذه الصفات والعادات المنقوشة داخل جدران كل ابناء النوبة وفي محاولة الاقتراب بشكل اكبر من المجتمع النوبي شرفنا في الستوديو الاستاذ مونير بشير المحامي ورئيس مجلس ادارة الجامعية المصرية النوبية المحامين يمكن نقولك قضايا النوبة اللي طالما نودي بها هي قضية العودة هي قضية الرئيسية والاساسية ازاي نقدر نقول ايه السبيل اللي ممكن يتحقق عشان نوصل للعودة مرة تانية الناس يمكن حتة العودة بتتكلم ان احنا مثلا ان احنا هنروح ناخد اراضينا اللي احنا سبناها قبل كده ولكن انا يعني من منظور العودة الاول بحتاج العودة الثقافية العودة الحضارية احنا همشنا ثقافيا وحضاريا في مصر تهميش فضيع محدش بيظهر الحضارة والثقافة النوبية وانا بقول ان الحضارة النوبية اقدم اقدم الحضارات الموجودة في العالم والتنوع الثقافي ده كان لابد ان يكون موجود في مصر فانا بتكلم في العودة الثقافية والحضارية احنا لما بنقول فيه تهميش للنوبين بقول فيه التهميش الثقافي والحضاري ده اهم حاجة كان عندنا في مصر ووزارة الاثار او وزارة الثقافة همشت هذا الدور وما بتظهرش النوبة ايه يعني ما بيفتكر النوبة يمكن بيختزل النوبة في الكلور أو يقتزل النوبة أنهما بيطلبوا بالانفصال هذه الحاجتين يعني أنا أسف فيه جزء كبير من الإعلام بيروج لهذه الفكرة يا في الكلور نوبي يا انفصال إنما محدش بيقول النوبة كان إيه يعني مملكة النوبة دي مملكة كانت تنتد ممكن لقصر لحد جنوب ودي حلفة دي مملكة وحكمت مصر أكتر من 15 عام ملوك النوبة فلابد أن أنا أظهر النوبة كانت إيه وإحنا كنا إيه يعني أحنا ممكن الفصيل الوحيد اللي موجود في مصر اللي هو ليه امتداد هو الامتداد النوبة فإحنا همشنا ثقافيا وحضريا في مصر تهبيش فظيع زائد أن حقوقنا في العودة في الأماكن بتاعتنا اللي كانت موجودة إحنا ضحينا النهاردة عشان السد يطلع والخزان يطلع ويتبنى وعم بالخير على مصر كلها المفترض بعد كده كنا نرجع في نفس المكان ولكن طبعا أطمع ناس كتيرة كانت موجودة في النظام السابق وما زالهم في ناس موجودة حتى الآن إن هم مستونين على الأراضي الموجودة هي دي اللي مخاليها حتة إننا مش عارفين ناخد الأراضي بتاعتها يعني هل هي فعلا دي أبرز العقبات اللي بتواجه الحلم ده آه أطمع فيه أطمع سياسية وفيه أطمع اقتصادية عن طريق رجال الأعمال طب إزاي ممكن نقدر عشان الحلم ده يتحقق نضع شوية خطوات تمام في وجهة ناصر حضريك بعد 25 يناير ومفروض مكتسبات ثورة 25 يناير تفتكر حضريك إيه الخطوات اللي ممكن نحطها عشان نصل للحلم ده أول يعني احنا النهاردة بعد الثورة عملنا وقفات واعتصامات كان كل كل كلامنا إن احنا نوصل لرؤية سابتة يعني احنا مش محتاجين النهاردة ناخد الحاجة النهاردة يعني ما كانش عندنا الفكرة ده إن أنا النهاردة انتظرت الستين سنة مش عاوز الحاجة النهاردة ولكن لابد إن الدولة أنا بعتبر القضية النوبية قضية مصرية طبعا فأنا فلابد إن مصر كلها تفكر يعني مش لازم هما النوبة يقولوا عايزين إيه أنا عارف أنا عاوز إيه ولكن كلنا نشارك في هذا الفكر عشان نوصل لرؤية كاملة فإحنا كنا بنفكر نعمل إيه في الآخر تبلورت إن ينشأ هيئة ويسمى هذه الهيئة الهيئة العليا لتنمية دفاف البحيرة وجنوب السد العالي وعادة التوطين النبيل ده الإسم اللي إحنا كنا المسمى بنقول من خلاله يبتدي العودة بكله بكل أنواع العودة عودة الثقافية والحضارية والصحية والتعليمية والاقتصادية وحطينا هذا النموذج من الفكر وبنحاول ننفذه ولكن فيه عرقيل برضه ما زال النظام الصابق يعبس في هذا الموضوع وفي تشكيل هذه الهيئة وفي خروج هذه الهيئة ناس في مجلس الوزراء بيملوا ما بداخلهم ما عرفش بقى ده ناس من خارج مجلس الوزراء مش عارفين احنا الموضوع ماشي ازاي ولكن انا حاسس ان هما برضه خروج الهيئة ان فيه قلق يعني مش جاي على هوى الدولة صحة يعني يمكن فيه مؤتمر عقد في شهر مارس اللي فات مؤتمر حاشد اسمه في مركز اعداد القاضة كان ايه الهتف من المؤتمر دي فاندي؟ كنا احنا عاملين المؤتمر النوبة تنتخب رئيس كان هو الفكر ناس كتيرة مش عارفة هل تنتخب رئيس للنوبة ولا تنتخب رئيس لمصر؟ لا تنتخب رئيس لمصر لمصر ما انا هرجع لحدك عشان موضوع بس الانفصال ده هنرجع نتكلم فيه هنتكلم فيه النوبة تنتخب رئيس النهاردة انا اي رئيس جمهورية كنت انا اول حاجة بشوف البرنامج الانتخاب العام بتاعه انا كالراجل النهاردة في مصر بشوف البرنامج العام بتاعه وفي نفس الوقت بشوفه ان هو حط النوبة ازاي كبرنامج يعني ايه الفكر ان هو يعني النهاردة بتسأني انت عاوز ايه من النوبة انا مثلا انا عاوز بس انا عاوز الرئيس اللي جاي انت شايف النوبة ازاي بالزبط يا فاندي فكنا بنسمع الافكار احنا جان حوالي 16 مرشح وفيما اعتظر منهم ولكن كنا بنستمع لهم في نفس الوقت ان احنا نلتف حوالين رئيس واحد بس بعد ما ناخد استبيان من النوبين داخل مصر وخارج احنا اكتر من خمسة بليون خلينا فعلا نشوف كيف يرى ابناء النوبة رئيس مصر القادم وايه التلوات اللي طلبينها منه احنا بالنسبة للحلم الخاص بتاعنا هو العودة بتاعتنا ده معروف يعني وقالياته بقى وحق حضرتكو الحلم اللي عام اي واحد مصر بيحلم بيكون رئيس لي خطوات سياسية في الخارج رؤية سياسية سياسية طبعا تنمية اقتصادية تنمية للأسرة حاجات اللي كل شخص بيحتاجة من رئيس القادم سواء داخل مصر او خارج مصر طب اهم النتائج اللي خارجتوا بيها كمجتمعين في مركز القادة خارجتوا بالنتائج كانت ايه خرجنا ان كل اللي حضروا حاطين ان النوبة من ضمن برامجهم الانتخابية وده كان الرؤية اللي احنا شايفينها يعني من كلامهم كنا يعني بنقول ايه بنعمل اثبط على الشخص بيشوف بيقول ايه يعني عشان بعد كده هل انت قلت كده ولا انت هل هتفلس كده ولا لأ بس هو يعني محنطومش الاهلية يعني النهر ده بيقول النوبة في عناية وحعمل وحسوي بس طب ازاي انا كنت نفس اسمع من كل واحد يقول والله انا لما هبقى رئيس هعمل بالنسبة للنوبة خطواتي كذا كذا يعني حاجات رئيسية انما هو بيتكلم كلام عام شامل زي البرنامج الانتخابي ما حدش عنده برنامج مكتوب الواحد يعرفي راح اتصح فهو كل برنامج عام طيب ابناء النوبة شأنهم مش كبقية المصريين يعني واكيد بيبحثوا عن تمثيل عادر في لجنة تأثير دستور او عن تمثيل عادر في دستور مصر هل لك راضي عن تمثيل ابناء النوبة في لجنة تأثير دستور احنا لم نمثل في هذه اللجنة خالص ما فيش تمثيل للنوبة انا احنا نقول للنهاردة ان اقدم فصيل موجود في مصر هو الفصيل النوبة الموجود اكبر مجتمع موجود كان في مصر هو المجتمع النوبة مفروض انا لما اجي ابدأ اأسس في الدستور بشوف مين الموجود قالوا ان الدستور هيكون فيه كل الطواقف ولكن احنا همشنا وزي سينا كانت مهمشة او فيه طواقف كتير من الشعب لمصر همش فنوبين ده حس لنا ان هو نوع من الاستنكار لنا طبعا اه يعني فده يعني بصراحة سبب شرخ برضو جامد حسنا ان موضوع التهميش مازال مستمر هو تهميش يا فندم على مصر كلها والله بعد الثورة احنا قلنا بعد الثورة الدنيا هتتغير مش عيبقى فيه تهميش لأي فصيل موجود في مصر ولكن مازال هذا المستمر يعني المسلسل التالي طب من وجهة ناظر هتلاقي الرؤية النوبية للدستور المصري والله احنا بالنسبان للنوبين بيحتاجوا في الدستور اللي هو التنوع الثقافي يعني احنا التنوع الثقافي ده مهم يعني احنا لابد ان احنا نذكر في الاحترام الثقافات لابد ان يكون في موجود في الدستور المصري ان يكون هناك احترام لجميع الثقافات الموجودة ومن الثقافة النوبية والعضارة النوبية ده من الحاجات اللي احنا ممكن نتحدث طبعا في حتة اللغة والتنوع في اللغة والتنوع ده مهم هيسر مصر كتير ثقافيا وعلميا ولكن يعني ده الحاجات اللي احنا دخلنا الدستور هنتكلم فيها نعم إحنا بنتكلم قروق يا شاب لك أي واحد مصري يعني من وقت للتاني بنسمع أصابة تعالى عن بتطالب انفصال النوبة كتير من الرشاطاء شايفين كده وكتير من الناس شايفة كده وفي ناس بتقول إن دي دعوات بتخرج من أشخاص غير مسؤولين وغير مبررين فوجدت نصر حالك في هذا الموضوع بالذل لأنه النوبة جزء من مصر زيها زي سينة لما تطالب إن هي تنفصل ونوبة كمان عندها لغيتها اللي بتتكلمها ولغيتها اللي بتدرس برة بس ما بتدرسها عندنا في مصر اللي ما خاوف معرفش من إيه فعايز أسمع وجه النظر حالك كلمة الانفصال ده اتهام للنوبين بس أنا أنا بتهم واحد لابد إن نكون فيه يعني أنا راجل محمد بتهم واحد لابد إن نكون فيه أسباب أدلة للي هذا الاتهام أنا دلالوقتي بتهم واحد نوبي أو بتهم النوبي طبعا هي أسباب أو إيه هي المعالم اللي بيقول للنوبين حينفصلهم أنا ما فيش ولا واحد نوبي يعني اتمسك واتعملت له قضية مخابراتية أو 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 ما فيش ولا قضية أمنية فأنا النهاردة ما عنديش حد ده شعب جميل يا فإن ما يعني ما عندي إنما ده ترويح كان أمني واشتغل عليه الدولة اشتغلت عليه عشان برضو محدش يرجع بالإضافة بهدف الترويح يعني الترويح بالإضافة إلى الإعلام طبعا أكيد الإعلام كان ليه دور كدير ضخم من الموضوع يعني حتى المفكرين والمثقفين اللي احنا ممكن نسمع لهم في مصر الموضوع ده في ذهنه يعني ممكن يتكلم كتير في موضوع الانفصال ولكن أنا احنا عندنا الأرض عشان تستقبل حتة الانفصال مفيش الكلام ده يعني فيش حاجة خصبة أن احنا نقولها عن انفصل ولكن ممكن بره يكون فيه كلام ده يعني ممكن أنا مثلا دول بتفكر أن مصر يحصل فيها انقصامات دي مش مشكلة أنا دي مشكلة الدولة يعني النهاردة لو فيه جهاز مخابراتي موجود عندنا في مصر يطلع تقرير يقولوا والله أنا لقيت النوبيين فيه تعاون بينهم بين فلان وفلان وبيعملوا كذا يقول لي الكلام ده أو أي هاز أمن رقابي بدل ما أحدش قال الكلام ده يبقى كلام غير صحيح يعني طيب خلينا كمان نتكلم عن اقتراحات تطوير الخدمات في النوبة لأنني عارف أن دي من أبرز المشكلات اللي بتواجه النوبة إزاي ممكن الحل ينبع من أهالي النوبة مع مسندة الحكومة يعني أبرز المشكلات لو في قرى نصر النوبة الحاليا الخدمات ما فيش يعني اعتبر الخدمات برضو معضومة عندنا يعني احنا ما عندناش حتى المواصلات شبكات الصرف الصحي آه فيه شبكات المهيزة موجودة والإنارة موجودة ده ما فيش مشاكل يعني ولكن خدمات صحية ما عندناش فإحنا يعني المكان يفتقر زي أي مكان في أي قرية يعني يعني ولكن احنا حل المواضيع دي اللي هو أن احنا نبدأ نمشي مجتمع جديد خلف البحيرة يعني على ضفاف البحيرة خلف السد العالي وبفكرة بقى مش يعني النهاردة ساعة بناء السد واللي حصل كان بيلموا الناس ويمشوا وخلاص ويبني وأي حاجة والناس تقعد وكلام من ده والأراضي اللي تبنت عليها اللي احنا في موجودها في قرى نصر النوبة كلها أراضي يعني فيها مشاكل كتير في التربة وفيه تقارير هندسية كتير بطول الكلام ده فإحنا النهاردة لابد أن احنا الخدمات لما تروح يعني النهاردة زي تقول ايه فيه بطالة عندنا جامدة آه ما كنت عزي كمان مشكلة البطالة كمين آه لأن احنا عندنا يعني سبعين في مئة من الشباب يا بره يا فنطاهرة سبب أن احنا ما عندناش مصدر رزق خالص يعني ما فيش أشغال ما فيش أي وظائف فإحنا النهاردة بنفتح طريق للشباب على ضفاف البحيرة ويبتدي نعمل بقى مجتمع متكامل عكس المجتمع اللي احنا كنا عايشين فيه يعني ده مجتمع ينقصه كثير من الخدمات وبنظرة بقى مستقبلية بنظرة تنظيمية برؤية استراتيجية تكون كويسة هو ده اللي ممكن إنما احنا يفتقر للخدمات كتير عندنا في نصر يمكن سمعنا على مدار القامة اللي فاتت أنه هيتم اللقاء مع دكتور كمال الجنسوري لأيس الوزراء لبحث مشكلات النوبة تم إيه في الاجتماع ده يا فندم؟ هو كان فيه اجتماع مزمع مبارح وفعلا كان فيه لقاء بينا وبين الدكتور كمال الجنسوري في يناير اتكلمنا فيه على مشاكل النوبة وحطينا مشروع قانون إنشاء الهيئة والنوبة قدمت المشروع والدولة كانت مقدمة المشروع وكان هو قال في خلال أسبوع عشر تيام ينقش المشروعين حصل إن الموظفين أو المستشارين داخل مجلس الوزراء زي اللواء نعيم أو الدكتور سيد فليفل ابتدوا إنهما يطوعوا المشروع على هواهم هما نفس القصة الأديمة وبالفعل تم استدعاء ناس ينتمون للنظام السابق لتمرير هذا المشروع ولكن أحنا أبطلنا هذا الموضوع ده مبارح وطلبنا إنه يتوقف في هذا اللقاء وبنطلب للدكتور كامال الجنسوري إنه هو يبتدي يعيد نظرته في الناس اللي حواليك وربنا يسهل إن شاء الله أستاذ مونير بشير المحامي ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية المحاميين بشكر حليك على وجودك معنا النهاردة شكرا وبتمنى فعلا إن الكلام ده يوصل لإن النوبة زي ما قولنا هي جزء عزيز جدا من نسيج الوطني المصري زي سيناء زي كل مناطق اللي كانت مهمشة من قبل فاتمنى إن صوتنا يتسمع لإن بعد كده ممكن نندم نتمنى نتمنى كل المصريين يتفعلوا مع عزيز القديم واستداني فإنه أكيد كل المصريين حسين بمشاكل النوبة إن شاء الله مهم اللي يسمع إن شاء الله شكرا شكرا يا فندم ننتقل للفصل وقبلها بس عايز أقول لكم معنا تقرير فرقة طبول النوبة فضال